مرحبا من جديد في فيديو تعليمي آخر هذا الفيديو يعاني يوضح معاناة البعض عند التسجيل في موقع Udemy حيث أنه تلاقيه عند الاشتراك يسجل باسم وهمي أو اسم غير صحيح أو يسجل بالإيميل أو يكون الاسم في الاسبلينغ في غلط فبعد ما تطبع الشهادة ستجد أنه اسمك موجود على الشهادة بطريقة خاطئة على سبيل المثال هذا اسمي هنا موجود على الشهادة لكنه صحيح فما راح أعدل فيه بس راح أوضح لك كيف ممكن لو كان اسمك غلط تعدل وبعد ما دخلت على صفحة الشهادة حتلاقي هنا في الاسفل في اليمين موجود أو مكتوب حدث الشهادة مع اسمك الصحيح أو اللغة الصحيحة طبعا أنت تضغط على update إذا تحب تستخدم لغة يعني من اللغات الغير الإنجليزية وحنا حقيقة اللغة العربية كواجهة غير مدعومة إلى الآن في موقع يودمي لكن أنت تختار الإنجليزي بالنسبة لدوراتنا لأن كل الدورات مسمياتها بالإنجليزي لكن اللي يهمك هو تغيير اسمك قال لك هل اسمك فهد رفاعي إذا كان أوكي خلاص سوي safe وتشينج أما إذا update your profile name تعدل اسمك فتضغط على هنا على هذا الزر وهنا راح تيجي وتغير اسمك في الأعلى الفرست نيم واللاست نيم يعني إذا كنت كاتب عربي ممكن تقلبوا إنجليزي أو إذا كان مكتوب بالغلط ممكن تعدله بعد ذلك تنزل في الأسفل تعمل safe وطبعا بعد ذلك حتحتاج أنك تنتظر تقريبا ساعتين أو في حدود هذا الوقت حتى تتحدث البيانات وتعيد طباعة الشهادة مرة أخرى بالاسم الجديد الصحيح